سيودا دادنوس حزب المواطنة هو واحد من الأحزاب الجديدة التي برزت مع احتدام لازمة الاقتصادية والسياسية في إسبانيا نشأ الحزب في كتالونيا سيودا دادنوس تحول إلى ثاني كتلة سياسية داخل البرلمان بعد الانتخابات الاقليمية التي جرت في 27 من سبتمبر الماضي أما استطلاعاته الرأي فتضعه محتلا للمركز الثالث أو في الثاني بعد الانتخابات التشريعية في العشرين من ديسمبر الجاري زعيم الحزب ألبيرت ريفيرا عضو سابق في نويفاس جنراسيون شباب الحزب الشعبي والذي أسس هذا الحزب في 2006 ذات تطلعات الليبرالية الخاصة بالاقتصاد ودفاع عن وحدة إسبانيا في مواجهة التمدد الذي أحرزته حينها الأحزاب القومية والتي كانت تطمح إلى إنهاء نظام الحزبين وهو يعتقد أن الأحزاب هي نفسها تلك التي حكمت إسبانيا في حقبة ما بعد فرانكو لا نريد اتفاقا مع رخوي وسانشيز نريد هزيمتهما وهذا أمر مختلف فهناك اتفاق ما بين رخوي وسانشيز حتى لا يتغير شيء إن هدفهم المرتجاه هو الحفاظ على صدت اللحزاب الكبرى والتي عفى عليها الزمن إنه اتفاق من أجل التسطر على الفساد أما أنصاره فهم منجذبون بالخطاب الذي يعتمده الحزب وبوعوده بتحقيق إصلاحات حقيقية عمري 63 سنة إنه ومضة جديدة شيء جاء في وقته أعتقد أن ألبرت ريفيرا سيكون رئيس الوزراء المقبل وسأسانده لأنني أرى بضرورة التغيير فعلا وخصوصا في كتالونيا وأعتقد أن مقترحاته فيها ابتداء ومفعمة بالحياة تعتبر كتالونيا واحدة من القضايا الرئيسية والمجالات الخصبة للفوز بالانتخابات التشريعية سيرجيو ديل كامبو هو على رأس قيمة الحزب في تاراغونا وهو يتبنى خطابا موجها للإسبانيين ممن عانوا من التقشف يجب توطيد دعائم الحكم الديمقراطي للقانون والصحة العامة والتعليم العام والمعاشات التقاعدية إذا كانت رسالة سيود عدد نوز سيخة جدا في كتالونيا فإن بوديبوسوا هو واحد من الحزاب السياسية الجديدة في المطامح الانتخابية لقد نفت فعلا مقترخاته في الاندلس حيث يحكم في بعض البلديات المهمة ذلك هو الحال في غادش أو قادس وهي واحدة من أعرق المدن الإسبانية الساحلية في جنوب الاندلس في هذه المقاطعة تصل البطالة إلى 37.18% وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي نويليا فيارا صحفية ذات 30 سنة وهي على رأس قائمة بوديموس في غادش نقصرح خمسة ضمانات كبرة والأولى منها تتمثل في حماية الحقوق الاجتماعية والثانية تكسيف مكافحة الفساد ونريد استقلال القضاء عن التوجهات الحزبية التي تعبر نحو الحكومة ونفكر أيضا في احترام التعدد الذي يمثله الشعب الإسباني كما نطمح إلى أن يكون هناك المزيد من الديمقراطية والشفافية بوديموس الذي وضعته استطلعته الرأي في المرتبة الرابعة هو الحزب الذي نشأ بعد الاحتجاجات الإسبانية في 2011 و2012 والذي تزعمتها حركة الغاضبين المعروف اختصارا بحركة 15 أم أعتقد أن بلدنا بحاجة إلى تغيير يكفي معيشناه خلال السنوات الأخيرة وخاصة للشباب مثل نحو نأمل في أن تعطلنا الفرصة أيضا والوجه البارد لهذا الحزب هو دكتور العلوم السياسية بابلو إيجليسياس وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة كومبليلتانسي مادريد وهو نائب سابق في البرلمان الأوروبي وهو يقول أنه يجسد اليسارة الحقيقية عندما أتحدث إلى كل هؤلاء الناس من يفكرون لصالح من يصوتون ولا يعرفون لمن سيصوتون أطلب منهم أن يفكروا في الأشخاص وأن الوقت حان لوضي حد لمن لا يستحون والبلطجية أولئك الذين أظهروا أن دخول معترك السياسة هو وسيلة لتعبئة جيوبهم والثراء نحن بحاجة إلى أشخاص متكوينين شرفاء لا يقدمون الوعود بل يعطون الضمانات سيصوتون إثناء الجميل من الأشخاص بواسيات Y que ofrezca garantías.